وتحدث مراقبون ودبلماسيون عن انطلاق صفحة جديدة من التوازن الإقليمي بعد قمة بغداد مشيرين إلى أن المصالح تتقدم على سياسة المحاور بما يفتح أفقا جديدة لمشرق جديد متكاملا اقتصاديا وأمنيا ضمن قراءة متطورة للتحالفات يحقق الاستقرار في الدول الثلاث والمنطقة مؤكدين أن قمة بغداد سينتج عنها صياغة جديدة لمفهوم الأمن العربي ترجمة نانسي قنقر